السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ومشاهدين الكرام في هذه الحلقة التي سوف نخصصها للحديد على طريقة تجديد جواز الصفر الأمريكي كما تعلمون في الصنة الماضية هناك العديد من الناس الذين أرادوا تجديد جواز صفرهم لكن بسبب بعض العراق البرقراطية في هذه العملية كان الأمر يأخذ أوقات طويلة وربما شهور من أجل الحصول على جواز صفر جديد الشيء الذي أثر على مخططات العديد من الناس للصفر خارج الولايات المتحدة الأمريكية لأسباب زيارة أو أسباب عائلية أو أسباب لا قدر الله وفاة أحد الأقارب في خارج الولايات المتحدة الأمريكية أو أن هناك بعض الناس الذين قاموا بإرغاء رحالتهم لأن الأمر سوف يأخذ وقتا أطول من أجل تجديد جواز صفرهم في نهاية الصنة الماضية سوف يقوم الرئيس الأمريكي جو بايدن بإمضاء على قرار تنفيذي من أجل تسريع إجراءات الحصول على جواز الصفر وتكسير البيروقراطية التي تأخذ وقتا طويلا للناس من أجل الحصول أو تجديد جواز صفرهم هذه العملية التي تطلقت في غشت من سنة 2022 وكان الهدف منها تجديد جواز الصفر لـ 25 ألف شخص وهي عملية تجريبية وسوف يتم البدء في العملية النهائية بداية سنة 2023 فأي شخص يريد تجديد صفره يمكنه الآن التقديم على تجديد الصفر لكن كما قلت كعملية نهائية سوف يتم تطبيقها أوائل سنة 2023 لماذا هذه العملية أصبحت أونلاين؟ لأنه الآن يمكنك التقديم على تجديد جواز الصفر عن طريق البريد إراءات ويمكنك تجديد جواز صفرك الأمريكي أقول الأمريكي عن طريق الأنترنت لأنه يريدون التخفيف من متاعب على البريد الأمريكي يريدون التغلب على بعض الحالات التي هناك أناس يقومون بتجديد جواز صفرهم ويفقدون جواز الصفر أو يتم صرقة جواز الصفر فالآن يمكنك التقديم على تجديد جواز صفرك للتقديم على تجديد جواز الصفر يجب أن تكون فيك بعض الشروط يجب أن تطوفر فيك بعض الشروط مثلا السن يجب أن يكون 25 سنة فما فوق الجواز الحالي يجب أن يكون صالح لمدة 10 سنوات الجواز الذي تريد تجديده يجب أن يكون قد حصلت عليه بين 9 سنوات إلى 15 سنة الماضية بالنسبة للنقاط الأخرى عدم الصفر أكثر من 6 أسابيع قبل تجديد جواز صفرك عدم الصفر أكثر من 6 أسابيع قبل تجديد جواز صفرك عدم تغيير اسم الجنس تاريخ الولادة ومكان الولادة يعني لأن هناك بعض الناس الذين يغيرون في بعض هذه الأمور يعني حينما يحصل على الجنسية يغير اسمه أو يغير تاريخ الميلاد يعني مثلا في الوتائق الرسمية موالد 1980 يكتشف بأنه مثلا حينما ولد كان هناك خطأ في تاريخ الولادة فيقوم بتغيير فهذا الأمور كلها مثلا يجب توخي الحضري منها والرابط سوف تظهر لكم في أسفل هذا الفيديو وتظهر لكم على الشاشة هناك رابط اسمه My Travel Gov هو تابع لوزارة الخارجية الأمريكية يمكنكم الدخول عليه وانتظار لمدة 24 ساعة سوف يتم تسجيلك من طرف وزارة بعد ذلك يمكنك فتح الاستمارة واختيار تجديد جوازي الصفر وعليك تحميل صورة تعريفية فيها المواصفات الخاصة بمواصفة صورة جواز الصفر لأي شخص يريد الحصول على صورة جوازي الصفر يمكنه الذهب إلى صيدرية CVS أو صيدرية والغرين فهناك يقومون بتصوير هذه الصور وتدفع الرسوم عن طريق ديبي كارد أو الكريدي كارد مدة المعالجة يقال أنها نفس المدة كالتقديم عن طريق البريد بالنسبة للتقديم العادي الإنسان الذي يريد جواز الصفر لا يخطط لأي صفر قريبا فينتظر لديه الوقت الوقت ربما بين 7 أسابيع إلى 10 أسابيع وهو أمر جيد يعني شهرين ربما ونصف أقول هذه المدة بمعنى أنه ربما تحصل على ذلك الجواز أقل من 10 أسابيع بالنسبة الناس الذين يخططون لصفر لاحقا فيمكنهم ما يسمع بالسريع حصول على الجواز الصفر سريع وذلك الأمر يأخذ بين 4 أسابيع إلى 6 أسابيع يعني تقريبا شهر وبالطبع سريع يعني هناك رسوم إضافية زيادة فهذا كل ما يتعلق بالأمر جديد جواز الصفر بالنسبة للناس الذين يريدون تجديد جواز صفرهم الأمريكي خصوصا في هذه الضرفية لأنه من الأجدر تجديد الآن قبل الانتظار إلى أن يقوم الإنسان بشراء تذكيره أو أنه يكون هناك ضرف يعني طارئ على ذلك يريد التجديد فهذه النصيحة منها الآن جددوا جواز صفركم إذا انتهت صلاحية شكرا لكم والسلام عليكم